يستعد العالم هذا العام لواحدة من أسوأ موجات أمراض الانفلونزا الصيفية على الإطلاق من حيث انتشارها وخطورتها والأمر مرتبط بطريقة أو بأخرى بانتشار وباء ذروس كورونا المسجد رغم اختلاف المرضين بسبب القيود وإجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضتها الدول خلال العام والنصف الماضيين يبدو حسب خبراء الأوبئة أن أجهزة المناعة لدى البشر أضاعت فرصة التعرض للعديد من الفيروسات التي كان يواجهها الناس بشكل يومي من خلال اختلاطهم بالتالي فإن الجهاز المناعي لدى الإنسان لم يعد قويا كما كان في السابق مما يبطي استجابته لمواجهة الجراثيم والفيروسات حتى أن المناعة التي اكتسبت خلال أعوام من الأمراض قد تضاءلت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية هذه المناعة المتضائلة ستسمح بحسب الخبراء أنفسهم للإنفلونزا الصيفية وغيرها من الفيروسات الفيروسات الجهاز التنفسي الشائعة كالRSV بالانتشار وتشكيل خطر جدي على ملايين البشر يقول مركز السيطرة والوقاية من الأمراض الأمريكي أن فصل الصيف الحالي يشهد ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين بأمراض الجهاز التنفسي خصوصا بين الأطفال دون عامين والطاعنين بالسن حيث جرى نقل العديد منهم إلى المستشفيات بعد إصابتهم بأعراض حادة يوصل مركز باتباع خطوات الوقاية نفسها للتغلب على الإنفلونزا والتي تشمل تعقيم اليدين وغسلها وتجنب ملامسة الوجه والعينين بالإضافة إلى إغلاق الفم والأنف عند السعال والعطس أو إغلافهما بعيدا عن جدلية ارتداء القناع من عدمه لنقاش هذا الموضوع معنا من سياتل بولاية واشنطن الأمريكية دكتور علي مقداد الأستاذ في علوم القياسات الصحية في كلية الطب بجامعة واشنطن وأمل العاصمة الأردنية عمان دكتور درار حسن بلعاوي أستاذ العلاج الدوائي السريري بجامعة البترة وهو أيضا مستشار في علاج الأمراض المعدية مرحبا بكم ضيفي الكريمين أبدأ معك دكتور علي هل اجتمع الأمران على الناس كورونا ومع الالتزام بإجراءات التباعد وما حدث من وقايا من كورونا يبدو أن آثاره غير متعلقة به متعلقة بعدم التعرض للفيروسات الأخرى طبعا الإجراءات التي تتخزت لمنع كورونا سببت عدم تعرض الناس لفيروسات خاصة الصغار في العمر للي دون سنتين لم يروا أي فيروس حتى الآن وطبعا الكبار بالعمر لأن ليس لديهم مناعة مثل بقية الأعمار فبالتالي نرى الآن ارتفاع حتى في الصيف طبعا في المناطق الجنوبية في الكرة الأرضية نيو زيلاند أستراليا نراها وهي في فصل الشتاء عندهم لكن نراها في ارتفاع عنا في فصل الصيف في الولايات المتحدة ونرى بدخول إلى المستشفيات خاصة من الصغار في السن والكبار في العمر بسبب هذه الإجراءات التي منعت كورونا وبالتالي منعت انتشار الفيروسات الباكية دكتور درار ما الممكن يعني هل يمكن مع الوقت أن يقال للناس يجب أن تتعايشوا مع كورونا بالتالي من الضروري أن تحتكوا بالآخرين بمستوى معين لكي تبقى مناعتكم في حدها المقبول تحياتي يا سيدي لك ولضيفك وللمشاهدين الكرام الحقيقة أنه هاي الأمر يجب يعني أن نحكيه بطريقة تكون متوازنة في ظل جائحة وفي ظل فيروسات متحورة لا نستطيع أن نشجع الناس على الاختلاط هذا أمر طبعا يعني غير دقيق طبيا لكن بدون وجود جائحة في الوضع الطبيعي نعم نعم نحن في الشتاء نتعرض لفيروسات كثيرة الارس في الراينوفيروس وهكذا وبالتحط الأطفال مرات نحن نقول لهم يلعبوا بالتراب عساس يكسبوا مناعة لكن في ظل جائحة كورونا يا سيدي لا نستطيع إلا أن نقول أن هناك استراتيجيتين استراتيجية اللقاحات واستراتيجية الإجراءات الوقائية الاحترازية لأننا في ظل جائحة وفي ظل فيروس ما زال نشطا وما زال يتحور ولهذا السبب فإنه لا نستطيع الحقيقة تشجيع الناس على أنه يجب أن يختلطوا وأن لا يلتزموا إجراءات الوقاية كلمة تعايش يا سيدي هي من جزئين هي اللقاحات وهي إجراءات الوقاية كلمة تعايش هي أن يجب أن نعود إلى حياتنا الطبيعية الجديدة في ظل كما قلت فيروس ما زال نشطا وفيروسات متحورة تضرب هنا وهناك دكتور علي من أين يمكن أن تقاس مدى تأثير أو بأي طريقة بإمكان أن يقاس مدى تأثير هذا التباعد الاجتماعي وهذه الإجراءات الوقائية التي كانت متخذة في عهد كورونا أو في شدة أزمة كورونا أن يقاس تأثيرها على المناعة العادية للإنسان على مدى طويل أم أن تأثيرها لن يكون على مدى طويل سيكون على مدى قصير لا هي على مدى سيتبقى على مدى ما فيروس كورونا يسيطر على العالم وينتشر في العالم فبالتالي التباعد موجود وبالتالي سوف يكون لها تأثير لكن على المدى الطويل طبعا لا طبعا لما تذهب جائحة كورونا سوف تعود الناس إلى عاداتها الطبيعية والتعرض للفيروسات لكن لدينا طبقتين من الناس هي في ناس لم تتعرض أبدا لفيروسات اللي هي دون السنتين وفي ناس تعرضت لهذه الفيروسات أنا وأنت تعرضنا لها ونعرفها وجسمنا يتذكرها لكن تأخذ وقت للمضادات التي جسمنا ينتجها حتى ينتجها لأنه مرأة فترة لم نراها فبالتالي لاجد حماية الصغار طبعا وحتى الآن أنا مع الضيف والزميل أنه طبعا هو اللقاحات وتباعد الاجتماعي حتى أنه سيطر على كوفيد-19 وبعدها يمكن أنه سيطر على بقية الفيروسات بالطرق القديمة التي كانت متوفرة لدينا هل يعني هذا دكتور درار بأن ربما لا قدر الله إن طال أمد فيروس كورونا أخذ مدة أطول حتى استطاعت أغلب البشرية لحصول على اللقاحات وأن تحافظ على نفسها ضمن هذه الإجراءات الوقائية لنقول ذهب فيروس كورونا هل يعني هذا بأنه علينا أن نتوقع أن نخرج بمناعة ضعيفة جدا يعني أناس كان كل واحد منعزل لا يتعرض لأي نوع من أنواع الفيروسات يا سيدي الجواب لا إحنا يعني كما قلت هناك استراتيجيتين يعني استراتيجي إلى اللقاحات وإجراءات الوقاية لكن لنكن صريحين إحنا نراهن على أن يضعف الفيروس شو معنى أن يضعف الفيروس؟ يعني أن يصبح مستوطنا يصير إندامك يعني زي وزي فيروسات اللي بتسبب النزلات البرد وبالمناسبة عائلة فيروسات كورونا تسبب لنا أربعة منها وتسببنا نزلات البرد العادي الكومون كول في منها أربعة يعني ضعفت عبر الوقت وأصبحت يعني فيروسات تسبب لنا نزلات البرد كذلك الإنفلونزا هل هي الإنفلونزا اللي كانت الإنفلونزا الإسبانية كما الآن لا هي ضعفت وكذلك فيروس سارس كوفي 2 سيصل إلى مرحلة أن تفاراته ليست بصالحه وبالتالي سيضعف ويصبح مستوطنا كما تفضل ضيفك الكريم نعم سيصل إلى مرحلة أنه إحنا خلص يعني سيصبح حتى اللقاح يعني اختياريا حابب تأخذ لقاح مثل الفلو فاكسين أخدته مش حابب تأخذه سيصيبنا هذا السارس كوفي 2 اللي هو المستوطن يعني ممكن يجلسنا في البيت يومين ثلاثة التعبانين ثم نرجع إلى حياتنا الطبيعية مصير كل الفيروسات خصوصا فيروسات RNA اللي هي سريعة التفارات مقارنة بفيروسات DNA مصيرها أن تضعف وهذا يعني الضعف حقيقة مرتبط باللقاحات إحنا ما حصل في جائحة سارس كوفي 2 هو سببا لكوفيد 19 هو لأن الفيروس انتشر بشكل غير طبيعي لأسباب تعرفونها كلكم سياسية وغيرها وهذا ما جعل الفيروس حقيقة أنه يتحور أكثر وتطول يعني أمد هذه الجائحة في أي أفق زمني دكتور علي يمكن أن يصبح مستوطنا لا يخشى من يعني بالتوقعات اللقاح كله يتوقع على مدى وجود لقاحات في العالم الآن نحن نعرف أن اللقاح كوفيد 19 85% فعال ضد الإصابة بالمرض و95% فعال ضد الوفيات حتى مع دلتا يعني التحور دلتا الجديد أما إذا أنت بترائب مثلا الإنفلونزا مدى فعالية اللقاح ضد الإنفلونزا آخر 10 سنوات في المولايات المتحدة حوالي 40% فلدينا لقاح فعال أكتر ضد كوفيد 19 وبالتالي يمكن أن نسيطر على كوفيد 19 في حين وجود لقاح لكل الدول العالم خاصة الأمراني فاكسين فايزر وموديرنا لأنهم أكثر فعالية توقعاتنا الآن حوالي سنتين حتى نقدر نسيطر على هذا المرض ويصبح إندمك مثل ما تفضل الدكتور وبالتالي يمكن أن أتعامل معه ولا داعي لإغلاق المستشفيات ولإغلاق البلد طبعا لكن حتى ذلك الوقت يجب الالتزام بالتبعب الاجتماعي لبس الكمامي وطبعا الحصول على اللقاح أي لقاح متوفر لك هو أفضل لقاح هل نحن أمام تغير شامل حتى في أنواع الأمراض المقبلة بحكم ابتعادنا عن بعضنا استخدامنا الكثير من الأدوات النظافة تغيرت عاداتنا في المعاملة اليومية دكتور درار هل يعني هذا أن خريطة الأمراض والفيروسات الممكن أن نتلقاها في وقت لاحق أيضا ستكون مختلفة نعم شكرا لسؤالك يا سيدي وعبر شاشتكم المهنية يجب أن نقول هذا الكلام يعني إحنا في الدرس الأول SARS-CoV-1 بـ 2002-2003 لم نتعلمه وبـ 2012-2013 ميرز متلازمة الشرق الأوسط أيضا لم نتعلم الدرس وبعدها أجل H1N1 و H5N1 وكلها لم تعلم العالم الدرس يعني أنا الأواني الحقيقة أن تقود منظمة الصحة العالمية يعني حملة يعني بحفية أول إشيء أن دائما نكون سباقين قبل ما يحدث الوباء أو الجائحة أن نكون سباقين لمعرفة إذا فيه بؤر في العالم واتنين يجب علينا نعم أن نغير سلوكياتنا كأفراد كأفراد يا سيدي يعني مثلا إحنا عنا في الأردن والله ما في داعي يعني نتجمع 30 أربعين واحد أو كل البلاد العربية الحقيقة يعني الأكل عنا هي عادة يعني يعني سوشل هي مش بس للأكل هي لازم إجتماع الأحبة وهكذا شيء جميل ولكن حقيقة يجب أن نغير سلوكياتنا لأنه لا أعتقد أنه جائحة كورونا للأسف أقول أنها ستكون الأخيرة هناك كثير من الفيروسات ستخرج وكثير حتى من البكتيريا ستخرج للأسف لأسباب كثيرها منها يعني عدم الاستخدام المناسب للمرضات الحيوية الاتصال المباشر وغير المسوغ مع الحيوانات مثل خفافيش وهكذا كل هاي أسباب تجعل أنه يطلع عنا فيروسات وتطلع عنا بكتيريا وتسببنا لا سمح الله جائحات نحن ما يعني ما عملنا إلها خطة ولهذا يعني أنا بدعو لهذا الشيء حقيقة على النطاق إما الحكومي ويعني النطاق الدولي أو على النطاق الفردي كسلوكية دكتور علي الحديث عن نقص هذه المناعة بعد فترة بعد انقضاء كورونا إن شاء الله هل يمكن القول بأنه نقص وقتي يعني لا يعني نقصا في المناعة بشكل دائم وإنما لحين استعادتنا لحياتنا الطبيعية حينئذ سنستعيد أيضا مناعتنا بشكل ربما حتى يكون أفضل بما أننا أضفنا عليها كوفيد-19 نعم هو نقص وقتي طبعا لأنه لم نتعرض لها وسوف نتعرض لها لاحقا وبالتالي يمكن أن نجد هذه المناعة في أجسامنا ونتذكرها مع المستقبل لكن بالحديث يا أخي أنا أتفق مع الزميل والدكتور لم نرى بعد تأثير كوفيد-19 على المجتمع حتى الآن هناك أمراض نفسية ازدادت هناك أمراض قلب هناك أمراض سكري عدت ناس أخروا زياراتهم للأطباء خوفا من كوفيد-19 نحن حتى في الولايات المتحدة لاحظنا حتى انخفاض اللقاحات للأطفال لأن بعض الأهالي خافوا أن يأخذوا أولادهم لأخذ اللقاحات العادية يعني فبالتالي جائحة كورونا أثرت كثير على المجتمع اقتصاديا طبعا ونفسيا واجتماعيا وبالتالي هناك مدرات كثيرة منها نحن نتكلم عن الإنفلونزا بس أنا حبيت أذكر لكل أنه لدينا مدعفات أخرى فبالتالي الانتباه أنا أؤكد مرة تانية الانتباه خاصة في العالم العربي لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي خاصة الآن مع ارتفاع وجود تحور دلتا وارتفاع لصبات في عدة بلدان في الصيف نحن عددا في الصيف لا نرى لا إنفلونزا ولا نرى فيروسات هي موسمية في الشتاء فهذا دليل خطر ويجب الانتباه والحزر دكتور درار في منطقتنا العربية هل يعنينا شيء من كل هذا يعني إذا كنا في بعض الدول للأسف ليس هناك لا لبس الكمامة لا انضباط في احترام جراءات تباعد الاجتماعي واللقاحات في علم الغيب يعني يا سيدي والأسف يغلف أنياط القلب نعم يعني أنا دائما بقول أنه هناك عدم عدالة في توزيع اللقاحات كلنا نعرفه وأنا بتحدث محضرتك 3.8 مليار جرعة أعطيت أغلبها 70-80% للعالم الغني 2% من قارة أفريقيا فقط وصلها للقاحات في دولنا العربية يا سيدي بس 10-20% من يعني أكثر الدول لقحت شعوبها ولهذا السبب نرى الآن منحنيات مرتفعة في تونس إن شاء الله ربنا يعني يلطف فيهم في المغرب في العراق إيران تركيا كل هذه سيدي سببها عدم عدالة توزيع اللقاحات وعبر من بركم لازم يعني نعيد نكرر أنه يجب على الدول الغنية أن لا تستأثر باللقاحات يجب أن تعطي اللقاحات المخزنة عندها بالثلاجات وبالفريزرات يجب أن توزعها على الدول الفقيرة واللي ما طعمت 10-20% من شعبها دائما ما فتأت أقول بأن إذا بلدا ليس في أمان إذا بلد ليس في أمان فكلنا لسنا في أمان فكر وطنية اللقاحات لن يجدي نفعا وطبعا هناك بوادر خير من الدول الغنية بأنها تعطي بعض اللقاحات للدول الفقيرة أو ذات الاقتصادات المنخفضة ولكن ما زلنا نتحدث عن ربع سكان هذه المعمورة فقط وأنا بتحدث مع حضرتك تم تلقيه لهم 3.8 مليار جرعة بما يعادل تقريبا 24% قبل قليل دكتور درار يعني يا سيدي منظمة الصحة العالمية على راسنا من فوق لكن يعني أنا برأي أنه هي فقدت قيادتها يعني كان يجب أصلا كل هذه الجائحة كانت بسبب أنه ما في قيادة منظمة الصحة العالمية للعالم إخفاء لأسرار من بعض الدول إخفاء لحالات عدم قدرة على التنسيق بين الدول كل هذا سبب يعني انتشار هذه الجائحة وطبعا ما من ننسى الأمور السياسية في عهد ترامب الله يسهل عليه برضو ومشاحناته مع الصين أدت إلى نشوب هذه الجائحة كل هذه أسباب يا سيدي لا نستطيع أن نفصلها هي سياسية اقتصادية تجارية كلها كان يجب على منظمة الصحة العالمية أن تقود الدفة بدلا من أن تدخلنا في هذا النفق للحد الآن حقيقة أسمع من الدكتور علي أخيرا في نقطة منظمة الصحة العالمية يبدو أنه لديه أيضا ما يضيفه في هذا الجنال هل تعتقد بأنها كان يمكن أن تقوم بدور أكبر باختصار لسنع يا أخي منظمة الصحة العالمية نحن نتهمها لكن في دول أوية لا تسمع لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية ليس لديها أي طاقات أن تجبر أي دولة تنفذ أراراتها للأسف نكون صريحين فداعي للومها يعني طبعا في أقطاء من الكل لكن أنا مع الدكتور أن النقطة الأساسية هي التوزيع العادل للوقاحات الولايات المتحدة والدول الغنية لديها لوقاحات أكثر من ما هي بحاجة إليه وطبعا نحن لسنا في أمان في الولايات المتحدة الآن التحور الذي موجود في الولايات المتحدة هو دلتا جاء أنا من الهند التحور لأغلب من بريطانيا فنحن لسنا بأمان إلا ليكون كل العالم بأمان دكتور علي مقداد من سياتل ومن عمان دكتور ضرار حسن بالعاوي شكرا جزيلا لكم